السلام عليكم ورحمة الله ومتابعين قناة خبير الصلاح جمعتكم مباركة اليوم راح يكون فيديو مهم جدا 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 لكل المتابعين وكل أشياء الأسلحة الروسية هذا اليوم راح نتكلم على واحد من أهم المسدسات تقريبا وأكثر مبيعا في العالم اللي هو المسدس الروسي المكروف الذي صنعها الجيش الروسي تعويضا يعني بدل اللي سلح بهالجيش علشان يستبدله بالتو كريف وما قمت هذا ولا كان من عيوب هنا التو كريف انه كبير الحجم فقيل الحجم فقيل الوزن وحجم الكبير وأيضا كان من عيوبه انه بدون أمان فنزلوا هذا المسدس على أسطورة طبعا مسدس معروف مسدس روسي حكومي في الموضوع عليه الموضوع والفيديوه راح يطول وراح نقسمه لفيديوهين إن شاء الله الأول تعريف عن المسدس المكروف والتاني طرق الغش والاحتيال في المسدس المكروف لأنها كثيرة وكثير ممن بتعرضوا عمليات النصب والاحتيال طبعا هذا المسدس من المميزات الكثيرة 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 يعني المميزات كثيرة ومنها نفكر بها بس عشان ما يطولش على الوقت الفيديو مسدس خفيف خفيف الوزن حجمه صغير جدا دقة في الاصابة دقة عالية أيضا المدى حقه المدى المؤثر جدا هو خمسين متر وعيارة طرقات حكميننا حول ستة ملي ستة فاصل خلع معروف الرصاص حكم المحروف المهم المسدس يعني تحفة قلنا نتعريف معا شي له منافس بالنسبة لنا عندنا في اليمن وطرق الغشفي والاحتيار كثيرة وطبعا للنجاح الباهر الذي صلحوه لأنه بيعتبر الآن مسدس المحروف كان يعتبر أول ما نزل يعتبر كأنه الآن منظومة تدفع الروسية اللي هي حق المنظومة تدفع الاس 300 واس 400 طبعا هذه علامة الصاروخ الروسي واشتيكم تلاحظوا عليها وهذه طبعا ختوم الختوم حق المصنع طبعا اللي يمصلح واحد اسمه ميخايل مصمم حقه ميخايل المكروف يسمي باسمه والنسخ اللي نزلت منه نسخ صنعت منه بلغاريا بلغاريا منسجل عليها دائرة 10 وصنعت عليها الصين نورينكو اللي هم ثلث 56 صنعت عليها بولندا ايضا ومسألة اللي هم مكروف حطاعش طبعا في غرب الزبائن يقولوا أشتي أبو عقد وأبو هلال ولا هذا المصدس أبو هلال وأبو عقد أدي لكم معلومة تخلوها في روسكم أنه هذا موديل 78 طبعا من موديل 78 إلى موديل 81 هذه كلها تجي طبعا هذا الهلال تشوفوا الهلال هذا الهلال هذا هو عبارة عن الهلال أو العقد أما الحفرة الحفرة تجي هنا في هذا المكان طبعا هذا ما في حفرة لأنه موديله 78 أديها لكم معلومة من قبل موديل يعني 77 وتحت 77 76 وتحت ما يتيجي لا عقد ولا هلال من موديل 78 إلى موديل 81 أو 981 يجي أبو هلال فقط يجي أبو هلال فقط أما من موديل 82 طبعا الموديل 82 قدور إصدار الذهبي من موديل 82 وما فوق الموديل 82 إلى 90 هذه تجي عقد تجي هذا العقد ويجي هذا حفرة فانتبهوا لهذا الخبر لأنه راح يكون مهمات هذه المعلومات نجد الفيديو الثاني اللي راح ننزل طرق الرغش ولا أساليب التعديل فيه على أساس نبيل ووكالة لاحظ هذا الشي يا سيدي أنه الوكالة دائما يجي بهذا الشخص ويجيب النقطة اللي جنبه الوكالة دائما القامل بتشوفها كيفية متساوية في المقاس وفي التباعد بين بيناتها أيضا المثلث الصاروخ هذا يجي منتظم ما تحس أن فيها لا وجاج ولا فيها يعني واحد حرف يعني رقم زايد على رقم هذا الوكالة أيضا الشيء كنت لاحظوا على هذا المبرد اللي هو هذا مبرد المشاف في الوكالة الروسية الوكالة دائما يجي نحيف بهذا الشكل شوفوا السماكة عقا يجي نحيف بهذا الشكل أيضا جماعة الخير في معلومات رح ننزلها في الفيديو الثاني علشان ما يزددت هذا الفيديو ضروري تشوفوها وضروري تتابعوها من شأن ما تكونوش ضحية لنصب الاحتيال شاركوا الفيديو واشتركوا في القناة لكم منها جزيلا شكر وتحياتي لكم